الوالد رحمه الله في الأيام الأخيرة يعني حوالي شهريا قبل وفاته كان يأكد تأكيد شديد حول هذه النقطة وبعض العلماء جاءوه في هذه الغرفة كان يأكد عليهم كان يقول أنا ما عندي مجال الآن أكتبوا كتاب حول فضل النبي على الحضارة البشرية حضارة اليوم يعني هذه النعمة هذا الخير الذي نجده حتى في حضارة اليوم كله تحت ظل خاتم النبي صلى الله عليه وآله كان يقول أكتبوا كتاب ضخم حول هذا المطلع أنتوا لاحظوا الغرب شلون كان يعيش في القرون الوسطى من الناحية الصحية شلون كان يعيش هم مكاتبين مو إحنا نقول مستشفياتهم كانت كإصطبلات الحيوانات هم مكاتبين العلماء أي وضع كانوا يعيشون كانوا يأخذون العلماء ويحرقونهم الآن روحوا إلى لندن في متحف الشامع الذين ذهبوا المقصلة اللي كانت يقطعون يخلون راس العالم في هذه المقصلة فتنزلوا عليه الآن في متحف الشامع في لندن روحوا شوفوا المرأة أي وضع كان عندها في الدنيا في دنيا ذاك اليوم المرأة كانت محتقرة في الغرب والشرق وإذا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يأتي ويوجد بحر من نور في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر